بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته وبركاته كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني الجبار سبحانه وتعالى يجبر بخاطر العباد سبحانه وتعالى كما أن من معاني الجبار أنه هو المنتقم كذلك من معاني اسم الله الجبار أنه يجبر بخواطر الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة جبر الخاطر وجبر الله بخاطر نبيه في القرآن الكريم لما أخرج النبي من مكة وآذوه وهاجر إلى المدينة المنورة خرج من مكة وهو يبكي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية جبرا لخاطره إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وفعلا رده الله في الفتح العظيم في فتح مكة فاتحا منتصرا نصرا عزيزا مؤزرا في يوم الفتح الأعظم في يوم العشرين من رمضان في السنة الثامنة من الهجرة وكان صلى الله عليه وسلم يجبر بخاطر أمته يجبر بخاطر الصغير والكبير والأمة والمرأة والصحابي يجبر بخاطر الكل قال الله له في القرآن فأما اليتيم فلا تقهر إن جاءك يتيم فأعطي اليتيم ولا تقهر اليتيم وأما السائل فلا تنهر كان صلى الله عليه وسلم يمشي في طرقات المدينة فيقابله الصبيان فيسلم عليهم واحدا واحدا يقول سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه لقيني النبي في طرقات المدينة وأنا ألعب مع الصبيان فسلم علينا واحدا واحدا ووضع يده على خدي فوجدت ليده بردا كأنما أخرجها من جؤنة عطار يعني كأن النبي أخرج يده من جراب ملئ بالمسك عند العطار لرائحته الطيبة صلوات ربي وسلامه عليه بلغ من جبر خاطره صلى الله عليه وسلم أنه كان يجبر بخاطر الحيوانات كما كان يجبر بخاطر الناس كان يجبر بخاطر الحيوان دخل بستانا ذات يوم فجاء إليه جمل والجمل يبكي عيناه تذرفان بالدمع فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ذفري الجمل وقال من صاحب هذا الجمل فجاء شاب من الأنصار وقال هو لي يا رسول الله فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئب يعني تتعبه وتحمله فوق طاقته اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسية لأحاديثكم في الطرقات فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نجبر بخاطر الأرامل والأيتام وأن نجبر بخاطر الضعفاء ورحم الله من قال من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله في جوف المخاطر إلا هيمشي بين الناس في الدنيا يجبر بخاطر الفقير والصغير ويجبر بخاطر الأرملة واليتيم سيجبر الله بخاطره سبحانه وتعالى وعندنا صورة في القرآن الكريم يعلمنا الله فيها كيف يكون جبر الخاطر أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يأمره جل وعلا أن لا يقهر اليتيم أبدا وكذلك من جبر خاطره صلى الله عليه وسلم أنه جبر بخاطر طفل صغير اسمه أبو عمير مات طائره وكان طائره يسميه النغير فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فجلس بجوار أبي عمير وواساه وما زحه في كلامه وقال يا أبا عمير ماذا فعل النغير وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على جبر خاطر زوجاته أمهات المؤمنين كان يقول في الحديث صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وكانت سيدتنا عائشة واقفة بجوار رسول الله فجبر النبي بخاطرها وقال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام حقا جبر الخواطر ينجي من المخاطر من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله جل وعلا في جوف المخاطر نسأله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم بهذا الخلق العظيم وأن يكرمنا وإياكم بجبر الخواطر وأن يجبر الله بخاطرنا اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته